اشتركوا في القناة نحن دعاة ورعاة السلام نذلل الصعوبات من أجلها ونقف وقفة شجاعة أمام من يقوضها هذا ما تدعو إليه قيمنا وعاداتنا البحرينية الأصيلة لنكون نحن أصحاب المبادرات البناءة التي تستند على إرث عريق متماسك ومتعايش مع مختلف الأديان منذ القدم ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة التاريخية لتجسد النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه في الانفتاح والتعايش على الجميع والتواصل البناء والتعاون المثمر بين مختلف الدول والشعوب كما تعكس جهود جلالته البارزة وحرصه المشهود على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة إعلان تأييد السلام مع إسرائيل والذي يعكس حكمة جلالة الملك المفدى في سبيل تحقيق مستقبل أكثر أمانا وازدهارا لجميع شعوب المنطقة هي لحظة تاريخية تم الاتفاق فيها على مبادئ إبراهيم وبدء فصل جديد من السلام بما يحقق المصالح العليا لمملكة البحرين على مختلف الأصعيدة مبادرة تاريخية حكيمة يقف لها العالم احتراما وتأييدا لما اتخذته مملكة البحرين من خطوة عززت مكانتها إقليميا ودوليا وجعلتها في مصاف الدول المتحضرة والمتقدمة التي تؤمن بالسلام كخيار يقوم على تحقيق الاستقرار والرفاه لشعوب منطقة تتوق للأمن والسلام والسكينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر